هنا يا جماعة الكلام كله لعنصر من أهم عناصر قوة الأهل قوة الأهل طول عمره تاريخيا في جمهوره والشباب اللي صاغوا عبارة جمهوره دا حماه كانوا فعلا في الجون جمهوره دا حماه فعلا في كل العصور جمهور الأهل هو اللي دايما بيقوم الفرقة ويفوأ النادي ويساند ويدعم ويكون دايما خلف فرقته جمهور الأهل لما كان بيمل المدرجات أول ما الأهل ييجي فيه جون تلاقي الكل بيشجع وكل بيساند يرجع الأهل للجيم المطش بيخلص وجمهور الأهل ما بيرميش الفوطة أبدا يفضل دايما داعم لغاية اللحظة ما بعد الأخيرة الأهل يكسب وأعتقد تاريخيا اتعرفت بلاس تسعين إن هي دي صناعة أهلوية خالص دي روح الفنلة الحمراء اللي مكتسبة من وهج الجماهير في المدرج السنين الأخيرة طبعا لسببه لآخر الجمهور مش في المدرج الجمهور في المنصات فالمنصات الإعلامية في السوشيال ميديا هي اللي بتصيغ الرأي العام وهي اللي بتدل على حجم المساندة والمساعدة أو الرأي السلبي حتى كله خارج من المنصات الإعلامية الحديثة هنا بقيت بقالها سنتين الكل بقى ملاحظ إنه فيه فرقة بين جماهير الأهلي فيه اختراقات فيه كتايب فيه لجان فيه أعناصر مندسة فيه مناس شغالة ضد الأهلي بعمقه شدة جدا وبانت إن جماهير الأهلي على حجمها الواسع والكبير كأكبر جمهور لنادي في الشرق الأوسط وبالمناسبة شعبية الأهلي يدخل بها الأهلي منافس في الأكبر الأندية العالمية في حجم الشعبية ياخد ترتيب متقدم فيه كانت الحقيقة اللحظة للناس كلها الدايئة باش مهندس من هذه الفرق إلى أن لحظنا على تويتر الزميل العزيز إكرام الرديني وهو إعلامي مصري أهلاوي يعمل في عجمان في قناة عجمان والحقيقة له مواقف وله ردود قوية دايما في استوديو عجمان اللي كان دايما شاطط وواخد رأي دايما ضد الأهلي إلى أن تمكن إكرامي الرديني أنه يمثل وجهة نظر الأهلي بوعي وبمسئولية وبمعلومات وبحقيقة وبمنطق أطلق إكرامي الرديني على حسابه على تويتر مبادرة لم الشمل جمهور الأهل العظيم لم شمل جمهورنا أدعو الجميع اللي مبادرت لم الشمل والقوف خلف الناد الأهلي كما تعودنا فلا يوجد فرض لوجهة نظر ولا مجال لخلاف الكل يحب الأهلي بطريقته ولا أحد وصي على أحد نختلف دون خلاف نختلف دون خلاف ولكن حتى في حتة نختلف دي انتقاء الظرفه مهم جدا يعني ما تجيش لي وأنا في لحظة مش قوية وتبتدي تقولي عشان قلتلك ما هو أنت لو كنت سمعت كلامي مش عارف إيه ديمتش هتوصلنا لحاجة أكتر من إنك هتسحب الثقة وهتضعفني أكتر لكن لما أنا وأنت نقولك خلينا بقى مش وقته تعال نواجه الشر اللي جاي لنا ده وبعدين نبقى نشوف أخطأنا فين ونعليجها مع بعض أهم حاجة يا أستاذ إبراهيم لازم نعرف إن ما نجحوش إطلاقا في أي ظرف من الظروف ولا في أي عهد من العهود إنه يخترقوا الجزء ده أنا عايز أسألك سؤال نحن لعبنا دلوقتي بالناشئين وكان ده جزء من طلبات قطاع كبير من الخبراء والإعلامين والجماهير خلاص الموسم عدى ريحوا لعبة كبيرة بتعالوا نشوف الناشئين وما أن بدأت التجربة واتخذ الأهلي قراره حتى نسي الجميع إن احنا بنعمل تجربة استثنائية فبدأوا يقيموها إنهم لازم يلعبوا يكسبوا عشان يبقى فيهم آمل وإلا أنا أحسألك سؤال صغير جدا لو عايز الناس ترجع بنا خطوة ماذا لو سنة 85 والنادي الأهلي يتخذ قراره بإيقاف 17 لاعب والدفع بالناشئين في مباراة دور الثمانية أمام الزمالك لو كان فيه سوشيال ميديا وقتها كان حيبقى موقفة قيم القرار ده كنت حسيبه يكتمل ما كنتش حسيبه يكتمل صعب صعب طب أنت بتتخذ القرار أرجع تاني أستحضر إجابة الكابتن حسن حمدي لما سؤل هو أنت مخفتش أن أنت بتعمل كده فليت غلب والجيل ينتهي لا هزيمة سقيلة قد تؤدي إيه قال له أنا ما بفكرش بالطريقة ما بفكرش في كل اللي ده بتقول إحنا بنفكر في الصح اللي لازم تعمل مهما كلفنا من ثمن استطاع النادي الأهلي بمثل هذه المواقف أن يشتد عوده ويقوى تجاوز الأزمات ويرجع بصمرار أقوى وكانه الجمهور في ظهره وعلى فكرة ما زال الجمهور في ظهره لكن أنت بتسمع بعض الحاجات بعض كثير منها لا يمثلوا الأهلي لأن في النص الألفاظ اللي بيستخدموها بتبين الهوية أي لكن طبعا في جزء من ولادنا بيتأثر صحيح من اللحاح ده ويبتدي خلي بالك السوشال ميديا مبنية على الانتصار للرأي يعني أهم حاجة مش قلتلكه شفته بقى أنا كنت أقول واحد وده أخطر شيء ونقشنا دي ليه خطر عمنا دي الآن لأن هتكسر ثابت من الثوابت القوية اللي بنقول الإدارة إدارة واللعيبة لعيبة والمدربين مدربين والجمهور جمهور والإعلام إعلام وكل واحد شللته في حدوده أما القرارات الاستراتيجية والقرارات المصيرية في إيد الإدارة وهي بتاخدها عينها على إسعاد جمهور يعني مش بتعمل كده عشان هي منفصلة لا بتعملها عشان جمهور لكنها لا تتلقى القرارات من القاعدة إلى القمة